موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستيلها بالعنوي المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يدعو إلى تنظيم حوار وطني شامل يخرج البلد مما سماها الأزمة موسيقى ورشة تكوين بنواكشوت حول محاربة التدخين نظمة بتعاون بين وزارة الصحة ومركز مكافحة التدخين بإفريقيا موسيقى ولادية وساتية التعليم العالي تتعقد مؤتمرها الأول بنواكشوت وتبرز نجازاتها والتحديات التي تواجه التعليم العالية في البلاد موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة دع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة النظام الموريتاني إلى تنظيم حوار وطني شامل وجدي تشارك فيه مختلف أطراف المشهد السياسي في البلاد وقال المنتدى خلال مؤتمر صحفي عقده بنواكشوت إن موريتانيا تعيش أزمة متعددة الأبعاد تحتاج للخروج منها إلى حوار شامل والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وهو ينبالك لكل المواطنين أن لين تظاهروا دفاعا عن التسطور والعلم ويحيي الشموخ على أدائهم وموقفهم التاريخي ليؤكد أن تشرف ذهم بالوطني واستقراره ولحمته لا ينوازه إلا تعلقه بأن تسرد فيه العدالة والديمقراطية والمواطنة الحقة وفي هذا الإطار يرشد نحاجة الملاد إلى علاج ملفاتها المتعلقة بالقضاء على كل أشكال وممارسات مخلفات العبودية أفادت مصادر إخبارية أن الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز سيعقد مؤتمرا صحفيا بالقصر الرئاسي لتالأربعاء العاشرة مساء وأكدت المصادر أن المؤتمر الصحفية سيسلط الضوء على الحدث الأخير المتعلق بتصويت أغلب أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني ضد مشروع القانون المعدل للدستور بعد المصادقة عليه من طرف أغلب نواب الجمعية الوطنية تقدمت السلطات البنينية بمشروع قانون لتعدل دستور يوليو 1990 يقلص ماموريات الرئيس إلى واحدة من ست سنوات كما ينص التعديل على أن الرئيس والحكومة يصبحان غير شرعيين حينما تثبت إدانتهما ويمنح مشروع القانون الجديد المعدل للدستور نواب البرلمان مامورية من ست سنوات قابلة للتجديد تابعوا التفاصيل في سياق هذا التقليل السلطات البنينية تتقدم بمشروع لتعديل دستور الحادي عشر يوليو عام تسعين تسعمائة وألف أمام دورة برلمانية استثنائية بالعاصمة بورتولانوفو وينص مشروع الدستور المقدم أمام البرلمان على منح رئيس البلاد مأمورية رئاسية واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد عكس مأمورية البرلمانيين المتساوية معها في السنوات لكنها قابلة لتجديد كما تنص إحدى مواد الدستور على أن الرئيس وحكومته يسقطان بعد ذبوت إدانتهما حيث يفقدان الشرعية وتقول السلطات إنها تسعى من خلال المشروع الدستوري إلى ترسيخ ثقافة الديمقراطية وخلق فضاء للتناوب السلمي على السلطة وأنه حينما يتم التصويت على مشروع القانون فإن رئيس البلاد الحالي باتريستالون سيغادر السلطة بعد انتهاء ست سنوات غير أن المعارضة تتنظر إلى المشروع الدستوري بعين من الشك رغم موافقتها على تقليص الفترة الرئاسية للرئيس إلى مأمورية واحدة وكان الرئيس البنيني باتريستالون قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي أجرتها البلاد شهر مارس من عام 2016 في الجولة الثانية من الاقتراع حيث نافس رئيس الوزراء السابق ليونيل زينسو وستنتهي مأمورية تالون إذا ما صدق على مشروع القانون المعدل للدستور في البلاد عام 2022 يعيد رجل الأعمال تالون حامل شهادة الجامعية في مجال الرياضيات بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ألغى قبل أشهر تأشرة دخول بلاده عن ثلاثين دولة إفريقية بهدف توطيد العلاقات مع بلدان القارة وتسهيل الاستثمار في بلاده احتفت الجمعية الموريتانية للفرانكفونية في نواكشوت بالنسخة الثانية والعشرين من أسبوع اللغة الفرنسية بمشاركة عشرات الأدباء والديبلوماسيين والأساتذة الشامعيين وخلدت الجمعية ذكرى أسبوع اللغة الفرنسية تحت شعار الرقمية في مفردات المعلوماتية وسط دعوات إلى تطوير مستوى حضور اللغة الفرنسية في موريتانيا نظمت نقابة الصحافيين الموريتانيين ندوة في نواكشوت حول مكانة الصحافة الفرانكفونية في الإعلام الموريتاني شارك فيها عدد من الكتاب والإعلاميين وبعدت الندوة واقعة وتحديات الصحافة الفرانكفونية في موريتانيا ومكانتها بالإعلام الموريتاني مقارنة بالصحافة العربية أجد أن بواكر الإعلام وكتابه الذين أناروا الطريق في حقب كانت مظلمة هم بالفعل كتاب فرانكفونيين وأذكر منهم حبيب محفور علي رحمة الله وهم ودي وغيرهم من الكتاب إذن الإعلام الفرنسي أو الصحافة الفرنسية كان لها الدور الكبير والفارز في بناء اللبنات الأولى للإعلام الموريتاني وواقعها لا يختلف كثيرا عن واقع الصحافة العربية هناك الكثير من النواقص نحن غير راضنا عنها لكن هناك الكثير من الإيجابيات وكثير من التحسن خاصة على المستوى التشريعي وعلى مستوى الحريات العامة هذا يجب أن نفخر به ونعلم أننا مسؤولون عنه وأننا مسؤولون عن صيانته والمحافظة عليه وأن نسعى جادين إلى تغيير واقعنا لأن الصحافة أو الصحوفي هو من يصنع واقعه عقدت ودادية أساتذة التعليم العالي في موريتانيا مؤتمرها الأول بنواكشوت وسط مشاركة عشرات الأساتذة الجامعيين من منتسبيها وأبرز المؤتمر الجهود التي بذلت الودادية منذ تأسيسها والتحديات التي تواجه أساتذة التعليم العالي في البلاد اليوم تابعوا التفاصيل في سياقها التقليل انعقد المؤتمر الأول لودادية أساتذة التعليم العالي في موريتانيا بمشاركة عشرات الأساتذة الجامعيين وأعدد من رؤساء مؤسسات التعليم العالي هذه الهيئة التي تأسست سنة 2010 من أجل خدمة أستاذ التعليم العالي والسعي للحصول على سكن مناسب وتأمين صحي مريح إضافة إلى خدمة المتقاعدين والتدخل في حالات المرض والوفاء تأسست هذه الودادية على أساس توافقي بين مختلف نقابات التعليم العالي ونحن اليوم نعقد مؤتمرها الأول مصممين على روح الوفاق والتوافق وتحدث رئيس الودادية عن الجهود التي بذلتها الودادية التي يبلغ عدد منتسبيها أكثر من 400 أستاذ لقد استطاعت الودادية خلال مسارها توحيد الأساتذة حول مشروعها وهو ما تجسد في عدد المنتسبين لها البالغة عددهم 420 أستاذا وهو ما يمثل نسبة تقارب 60% من مجموع أساتذة التعليم العالي وقد سمح انتساب هذا العدد للودادية بالحصول على مورد مالي هام اعتمدت عليه في كل أنشطاتها التي قامت بها بما فيها تنظيم هذا المؤتمر وتعتبر الودادية بحسب الحاضرين إطارا جامعيا لأساتذة التعليم العالي بعدها أن فرقتهم الانتماءة النقابية للاطلاع بأبرز مشاكل أساتذة التعليم العالي استطعت الودادية توحيد أساتذة التعليم العالي حول مشروعها الاجتماعي وخلق وتدعيم صلاة الثقة والاحترام المتبادل مع كل الشركاء كما قطعت أشواقا كبيرة في مجال تحقيق مشروع السكن الخاص بأساتذة التعليم العالي باعتباره إحداء ولوبياتها وشهدت الفترة الماضية حراكا لأساتذة التعليم العالي في موريتانيا للمطالبة بتنفيذ اتفاق 2009 مع الحكومة ورفضا لحرمانهم من زيادة رواتب الموظفين العموميين التي تم إقرارها عام 2015 إضافة إلى اعتراض الأساتذة على التعديلات التي ادخلت على قانون التعليم العالي والتي يعتبرونها تمس الحريات النقابية وأتراجعان على المكتسبات التي تحققت لهم خلال الفترة الماضية لشان الفلسطيني حيث وذارت استقالة الأمينة التنفيذية للجنة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة جدلا عريضا بشان الضغوط الممارسة على الهيئة الأممية للتاثير على قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية خصوصا بعدما كشفت الأمينة التنفيذية باللجنة الدولية عن طلب الأمين العام شخصيا منها سحب تقرير يدين دولة الاحتلال بممارسة نظام الفصل العنصري الأبرتايد نتابع في انحياز محصحص إلى الإنسانية أشهر رأس المنصة الأممية في وجهه بطاقة طلب سحب صفراء كلون شمس الحق المضاع أتبعها بطاقة قبول استقالة حمراء كلون الدم المراق هكذا استفرغت أمانة الأمم المتحدة قرارها الرسمية بعدما رفضت ريمة خلف الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا سحب تقرير كانت قد أعدته لجنتها تحت عنوان ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري في توثيق يعتمد الاستقصاء العلمي ويبني على قواطع الأدلة مدين دولة الاحتلال باعتماد نظام الأبرتايد القائم على تفتيت الشعب الفلسطيني سياسيا وجغرافيا وقمعه حيثما ثقف علاوة على تنديده بما سماه الهندسة الديمغرافية التي تجنس المستوطن اليهودي وتبطي الوثائق الملكية الثبوتية بيد المالك الفلسطيني تقديم الاستقالة كان أقرب خيارين ثانيهما سحب التقرير بمقتضى طلب الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا وفق تصريح ريما خلف ريما التي كانت المفارقة مع الاحتفاظ بشرف الموقف أحب إليها من التماد على غير وحي الضمير جعلت بساطة عرض تفاصيل انسحابها اللافت سياق مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة اللبنانية به عززت مخرج المؤتمر الصحفي الذي استعرضت فيه تقرير الإسكوا التاريخي الذي تبرأ منه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قائلا إن التقرير لا يعكس آراء الأمين العام وما ورد فيه إنما يعكس فقط آراء هؤلاء الذين قاموا بكتابته ونحن نعرفهم مؤتمر شرح أبعاد الاستقالة أودعته ريما تفاصيل الرسالة التي أبرقت إلى الأمين العام للأمم المتحدة وكان مما ساقته في هذا المجال قولها في فترة لا تتجاوز الشهرين وجهت لي تعليمات بسحب تقريرين أصدرتهم الإسكوا لا لشوائب تعيب المضمون ولا بالضرورة لأنك تختلف مع هذا المضمون بل بسبب الضغوط السياسية لدول مسؤولة عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان عموما إنني أؤكد على إصراري على استنتاجات تقرير الإسكوا القائلة بأن إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري أفارتايد يهدف إلى تسلط جماعة عرقية على أخرى إنني في قولي هذا لا أدعي لنفسي أخلاقا أسمى من أخلاقك أو نظرا أبعد من نظرك غاية الأمر أن موقفي هذا قد يكون نتيجة لعمر كامل قضيته هنا في هذه المنطقة شاهدة على العواقب الوخيمة لكبت الناس ومنعهم من التعبير عن ظالمهم بالوسائل السلمية أستقيل ببساطة لأنني أرى أن واجبي تجاه الشعوب التي نعمل لها وتجاه الأمم المتحدة وتجاه نفسي ألا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة تسبب كل هذه المعاناة لكل هذه الأعداد من البشر أسلوب هو من حيث الشكل درس في علم ضبط النفس الدبلوماسي ومن حيث الوقع أدب لفظي في حده الفرق بين أخذ العزة بالإثم وخفض جناح التقدير من المسؤولية على أن بين سطور منطوقه من التلميح ما يغني بل يغفو عن التجريح نهاية نشرة أخبار سادسة من قناة المرابط وقد تابعتم فيها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يدعو إلى تنظيم حوار وطني شامل يخرج البلد مما سماها الأزمة ورشة تكوين بنواكشوت حول محاربة التدخين نظمة بالتعاون بين وزارة الصحة ومركز مكافحة التدخين بإفريقيا ودادية وساطية التعليم العالي تنظم مؤتمرها الأول بنواكشوت وتبرز إنجازاتها والتحديات التي تواجه التعليم العالي في البلاد يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة السادسة والنصف تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد وتناقش موضوع إعلان حزبين من أحزاب كفلة الوفاق الوطني المشاركة في الحوار عن حل الكتلة التاسعة نشرة إخبارية مفصلة بحرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة